موسيقى منذ استقلالها قبل 47 عاماً وتحديداً عام 1971 الميلاد شهدت مملكة البحرين نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى وعملت البحرين على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الشعوب للوقوف ككثلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية كما استطاعت البحرين تأسيس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي الرئيس في المنطقة وتبنت البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من استراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات نمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وقد أدت هذه السياسات إلى جعل مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية محققة بذلك المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر